في تجسيد فعلي للاتفاقات الهشة التي تعتاد عليها الشعب اللبناني والتي لا تقوم إلا على أساس المناورات والكيد السياسي توصل كل من الطيار الوطني الحر المعارض بشدة للقوات اللبنانية وحزب القوات اللبنانية المعارض بشدة للطيار الوطني الحر إلى اتفاق مع باقي أطياف المعارضة وبعض التغييريين على ترشيح الوزير السابق جهد أزعور للرئاسة وفي ظل الصراعات القائمة والانحضار على جميع الصعود تناس كل من رئيس الطيار النائب جبران بسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجا كل الخلافات وذهبا إلى الاتفاق على بند وحيد هو إسقاط ترشيح رئيس طيار المردة سليمان فرنجي في محاولة منهما لكسر حزب الله ويقدما بذلك نموذجا عن الاتفاقات المصلحية التي لا تقوم على أسس ثابتة وتسقط مع سقوط هدفهما ترى أوصات مطابعة أن ما يقال عن وصول أطراف المعارضة إلى اتفاقا على اسم جهاد أزعور كمرشح رئاسي أو أن لديهم النية والرغبة لوصوله إلى قصر بعبدة مجاف للحقيقة وتعتبر أن كل من الطيار والقوات والكتائب يتخذون من أزعور عصى غليظة يرمونها في طريق فرنجي لعرقلة وصوله إلى سدة الرئاسة واتفاقهم فارغ من أي تفاهم سياسي صلب بدليل ما قاله جعجة بأن الثقة بين الطيار والقوات لا يمكن أن ترمم ولو بعد خمسين سنة وقالت الأوساط في المرة السابقة عقد الطيار والقوات تفاهما تحصصيا سيئا للغاية ولكن الأسوأ اليوم أن التوافق غير قائم على التفاهم السياسي متماسك وسألت أين الورقة السياسية التي تقوم على ترشيح أزعور وأين البرنامج الرئاسي وخطة العمل الاستراتيجية والشاملة للمرحلة المقبلة وهل مواقف هذه الأطراف من سلاح حزب الله واحدة هل تم البحث في مسائل الاستراتيجية الدفاعية واللا مركزية الإدارية والمالية الموسعة وهل قدم أزعور ضمانات بشأن هذه الطروحات وأعربت عن استغرابها الاتفاق بعد نواب التغيير أصحاب شعار كل يعني كل مع الطيار والقوات وقوى المعارضة التي لها تاريخ في السلطة على ترشيح أزعور ورأت أن هناك اتفاقا سريا عبر ورقة مستورة بين هذه الأطراف أساسها عرقلت ومنع وصول فرنجي وبحال تم ذلك فمن المؤكد أنهم سيتفرقون من جديد